اولادي وبناتي طالب الطالبات اهلا بكم هنكمل مع بعض النهاردة الجزء الاخير من بصوا كده للعنوان ده انتو خلاص فهمتوا كلمة طيب وعرفتوا يعني يعني اما بيحصل الانرجي بتروح فيحصل او بيحصل للانرجي يعني الطاقة بتنتقل او بتخرج من بيحصل لها فيحصل مسلا طيب ناقص نعرف بقى ايه هي فاكرين كلمة اخذناها السنة التيرم الاول لما كنت بقول اني عشان يحصل هيت ترانسفير عندي سري ويز اما كون داكشن كون فيكشن اند رادياشن طب هنا انا بتكلم عن ووتر وقير الووتر يتحول لووتر يحصل له يعني انا بتكلم عن ويجازس يبقى انا هنا هتكلم عن انه طريقة من الوايز اف هيت ترانسفير الكون فيكشن اصلي الكون فيكشن احنا اخدنا مع بعض في التيرم الاول ان هي الطريقة اللي الحرارة بتنتقل بيها طب كم بيحصل فيها ايه? كم بيحصل ان اي هوت موليكيولز بتسخن بتطلع لفوق لكن اي موليكيولز بردة بلاقيها بتعمل طب ليه? ليه دايما الموليكيولز لما تبقى هوت تطلع لفوق? والموليكيولز لما تبقى تنزل لتحت بسبب اصلي الحرارة بتاعت الموليكيولز بتاثر على بتاعتها يعني كسفتها يعني تقلها لما تسخن وتبقى هوت موليكيولز تقلها بيقل بتاعتها بتبقى خفيفة طب الموليكيولز لما تبقى بردة بتبقى ليها يعني بتاعتها بتبقى كبيرة تقيلة فيحصل لها ايه? اي حاجة تقيلة هتقع لتحت هتعمل يبقى ده اسمه ايه? اسمه طب هل ليها دور في اكيد طبعا هو هيطلع ازاي لفوق? هينزل ازاي لتحت? علشان خاطر يرجع تاني يدي الانرجي بتاعته مسلا لآ الووتر فالووتر تعمل جين للانرجي وتتحول لووتر فيبر لازم يحصل حركة الحركة دي عشان تحصل لازم يحصل فيها يبقى لها دور كبير في يعني الانرجي ترانسفير اللي هتشغل لي طيب هي اصلا الحرارة اللي جت على كوكب الارض من الشمس جت ازاي? هتقول لي سواني ما بين الصن وما بين كان فيه يعني يعني وانا قلت اني لما يكون مفيش ميديا يعني مفيش ميديا يعني مفيش ما بين الصن وما بين الارض ما عنديش غير طريقة واحدة الهيت ترانسفير من الصن للاتموسفير بتاع الارض بتاعتنا بايوي اسمها الرادياشن بروسس او الرادياشن اللي هي الاشعيع طب بعد ما الحرارة اتنقلت بالرادياشن من الصن للاتموسفير تبتدي بقى الهيت تعمل جوه الارض بتاعتنا الحرارة تنتقل من مكان لاخر جوه كوكب الارض بتاعنا ازاي? طيب وهي بتتنقل بيحصل فيه عمالة تطلع لفوق وموليكيولز بتنزل لتحت وهكذا بنسمي الحركة دي كومكشن كارينس كومكشن كارينس كومكشن يعني ايه? يعني طيارات بتنقل الفوق والتحت يبقى بتحصل ازاي? اني لما اللي هي بتاعي مسلا او اللي سيخن وطلع لفوق يعني بتتمدد وتبدأ تبعد عن بعضها ولما تبعد عن بعضها بقت خفيفة عشان بعدت عن بعضها وبقت ولما بقت خلاص بقى هتطلع لفوق لما تطلع لفوق سابت مكانها تحت فاضي ايه اللي يحصل? تيجي او دي تقيلة فايه اللي يحصل? اللي يحصل ان هي تنزل موف ده او كونكشن كارينت كونكشن كارينت تمام ياولاد? يبقى ال كونتينيوس موفمينت اف وروم الكولد اير موليكيولز او الكولد ووتر موليكيولز اللي بقت تقيلة انها تنزل لتحت علشان تعمل للهوت اير جرافيتي طبعا مدام حاجة بتقع من فوق لتحت يبقى الفورس اف جرافيتي يبقى الفورس اف جرافيتي وبالتالي مدام الجرافيتي بتقدر تشد الكولد موليكيولز اللي لما تطلع فوق يبقى ده هيعمل للموليكيول تفضل تلف كده في دايرة وتعمل طيب لما يحصل طيارات الموليكيولز عملا تطلع وتنزل تطلع وتنزل ايه اللي بيحصل هنا بقى ده هيسبب حركة يعني هيعمل مين ده اللي بيسبب حركة الرياح عرفتوا ليه الهوا بيتحرك وبيعمل بيعمل رياح بسبب طب لما الرياح تتحرك هتعمل ايه هتحرك كل حاجة معاها بقى وهي الرياح بتتحرك هتحرك معاها الصحب من المكان للتاني هتحرك معاها بتاعة وتعمل او طيارات المحيط اللي هي حركة امواج المحيط طيب دي تجربة بتوريني ازاي بتحصل بصوا هنا الازرق دي مية بردة الاحمر دي بصوا كده في التجربة الاولانية فوق الليكويت تحت ما حصلش حاجة طب بصوا هنا هي اللي فوق التقيلة هي اللي فوق بصوا اللون غير طب ايه السبب السبب بصوا هنا هيبدل الايه البرتمانات بصوا ايه اللي حصل لما بدلها وقلبها ايه ده اللون تغير ايه السبب السبب يا ولاد انه لما حط الاول المية السخنة هي اللي تحت اللي هيك اللونها والمية البردة حطها فوق اللي هي لونها ايه اللي حصل المية البردة بتاعتها بتاعتها بتبقى او هاير فبالتالي هتنزل موف دا وينورد والمية اللي تحت اللي هي الهوت دي بتاعتها هتطلع لفوق علشان كده حصل ما بين الووتر اللي فوق والووتر اللي تحت طب في التجربة التانية عمل العكس حط الهوت ووتر فوق وحط تحت هيحصل حاجة لأ طبعا مش يحصل ووتر او اه كونبكشن كارنت ليه اصلي كده كده المية السخنة اللي خفيفة اللي لو دانستي فوق هتروح فين تاني هي فوق طب والمية اللي تحت البردة اللي ليها هاير دانستي تقيلة هتفضل تحت زي ما هي طب شفتوا لما قالب البرتمانات تاني ساعتها بس حصل كونبكشن كارنت لاني كونبكشن كارنت بيشترد اني الهوت موليكيولز رايز اس ابوورد الهوت موليكيولز اه موفينج داون مورد تمام يا ولاد يبقى ملخص بقى لكل الشرح اللي شرحنا نغيط دلوقتي ان الكونبكشن كارنت اللي هي انتقال الهيت ترانسفير بيحصل عن طريقها مع دا بيسبب حركة المية بقى اللي من للأوشن للأير وترجع تاني كل دا بيحصل بالكونبكشن كارنت والجرافتي يعني بيحصل موفمينت للووتر طيب دا السبب وكان في البداية من ايه اني حصل يعني درجات الحرارة والتسخين المختلف بسبب سقوط اشعة الشمس بزوايا مختلفة على الارض حصل في اختلاف درجات الحرارة من منطقة للتانية وبالتالي الدنسيتي بتاعة الار والووتر في الاماكن المختلفة هي كمان اختلفت وبالتالي حصل الكونبكشن كارنت وحركة الهواء زي ما انتم شايفين في الصورة دي كده دي الكونبكشن كارنت اللي بتحصل في الووتر او بتحصل في الار يبقى الكونبكشن كارنت قدرت ان هي تأثر على الكلايمت على المناخ بتاع الارض بتاعتنا يعني قدرت تأثر على المناخ بتاع كل منطقة وقلنا السبب فيها ان حركة الهواء البردة وحركة الهواء السخن ده بيعمل اه بيعمل اه بيعمل بتاعتنا بسبب طبعا اه طيب بما ان انت كلمتيني عن قلتيلي من شوية ان بسبب بتاعت الارض بتبتدي تتحرك وحركة الهواء معناها تعريف الرياح ايه? هوا بيتحرك. طب الهواء اتحرك ليه? بسبب الكونبكشن كارنت. والكونبكشن كارنت حصلت ليه? بسبب بسبب طيب بسبب كده بلاقي ان الارض عشان درجات الحرارة مختلفة عندها نظام رياح يعني نظام رياح يعني الرياح على كوكب الارض. الرياح اللي على كوكب الارض دي رياح منتزمة بتتحرك بطريقة ثابتة ومنتزمة في اتجاه ثابت خلال فترات زمنية طويلة. طب بتتحرك منين لفين? على اي اساس هتتحرك من هنا الهنا? لازم يبقى في هي اللي بتحدد اتجاه الرياح. مين هم دي? هتقول لي اول حاجة اللي بيسخن الهواء اصلا اللي هي مين? هي اللي بتحدد لي فين الهواء السخن وهيبقى فين الهواء البارد. تاني حاجة دوران الارض لان الارض وهي بتدور بتغير زوية الميل بتاعة اشعة الشمس وبالتالي بتغير معاها درجة الحرارة. فبالتالي هتأثر على اتجاه الويند. تمام يا ولاد? يبقى الاماونت افصول والروتاشن اف ارز دول تو فاكتورز دي ترمينز ويند دايريكشن. طيب. معنى كده ان الرياح وهي بتحرك بتحرك معاها كل حاجة. بتحرك معاها الايه? الكلاوتس. وبالتالي هتغير مكان سقوط الامطار عشان الكلاوتس اتغيرت اتحركت. يبقى هتغير او هتحرك معاها السخنية الهواء السخن اللي هيتحرك. هتحرك معاها الرطوبة اللي هو اللي موجود في الهواء. هتحرك عشان هي بتحرك الكلاوت من مكان للتاني. هتحرك كل الحاجات اللي دي شايلها هتحركها من مكان للتاني. وبما ان هي اللي هتحركها هتغير بيها وهي بتتحرك كده هتغير بيها الويدر والكلايمت. يبقى الويند هي المين فاكتور ان ديترمينينج ويدر ان دي كلايمت. يعني ايه? يعني اي تغيير في الويند هيأثر على الويدر بتاع المكان ده. اي تغيير في حركة الرياح هيأثر على الجو في المنطقة دي. هقول له اصل الويند هيألي شايلة كل حاجة. الويند كاري. اه سنو دست ساند. طيب. وقلنا اصلا مين اللي عمل للويند? مين اللي ولد الرياح? قلنا عشان الحرارة متوزعة بغير او بطريقة غير متساوية. او بدرجات مختلفة. ما بين الاكواتور وخط الاستواع والقطبين. نتيجة اختلاف درجة الحرارة عند كل منطقة منهم. ده بيسبب حركة الويند او بيعمل للويند. تمام يا ولاد? شايفين حركة الرياح مختلفة من الاكواتور للنارس بول. هلاقي ليها اتجاه معين. بيعتمد على درجة الحرارة وعلى آآ دوران الارض اللي آآ بتعملوا في اللحزة دي هي. طيب. الويند بتاعتنا بقى يا ولاد. عايزين نشوف الخطوات اللي بيها اتحرك الهوى في عملي ويند. ازاي? الويند ايز جينيريتد بايز افكت اوف سانز رادياشن. هتقول لي ما احنا عارفين انت لسه ايلا? بايك كونتينيوز اكس بتوين الهوى السخن والهوى البارد عمين يعملوا بيبدلوا واحد يطلع تاني ينزل. طب انا عايزة بقى الخطوات بالتفصيل. قول لي بقى ازاي دي طلعت وازاي دي نزلت وبدلوا مع بعض ازاي? فحرك لي الهوى. هنرجع نعيد الكلام ده تاني على هتقول لي اول حاجة الوارم اير اللي موجود عندي على الارض وسخن عن طريق حرارة الشمس ده بيبقى فيه يعني الهوى السخن ده شايل جوه الهوى لما بيسخن ايه اللي بيحصل بتبقى ولما الوارم اير اللي شايل الوارم اير هيطلع لفوق وبعد ما يطلع لفوق هيحصل له ايه? هيبتدي يبرد لانه بيقابل بقى اللي ايه? كل الدست والساند او اي حاجة متعلقة اي بارت كلزي متعلقة في الهوى وعمال يبرد عشان درجة الحرارة بتقل واشنا طلعين لفوق. فايه اللي بيحصل الوارم اير اللي شايل بيحصل له كولينج. ولما يحصل له كولينج هيبتدي آآ يبرد ويفقد لوز انرجي وبالتالي اللي يحصل يحصل له يعني يعني اللي جوه اير اتحولت طب انا كان عندي اير هيامد هيامد يعني ايه? يعني فيه لما طلع فوق انا اخدته من ده وحولته اللي عملتلي كده الهوى بقى ايه? بقى هو برد والووتر فيبر خرج منه وبقى جاف بقى دراي اير يعني دراي اير هوى ما فيهوش اصلي راح فين? حصل له كوندنس وعمل كلاود او نزل في سورة رينز. تمام يا ولاد? طيب الهوى السخن طلع فوق بقى فيه هوا فوق بارد والهوى البارد ده ما فيهوش يعني بقى دراي اير وقلد اير اللي يحصل له? ايه اللي يحصل له ان دي كتلة من الهواء البارد هتنزل تحت هتنزل هيا لتحت علشان خاطر تعمل ايه? علشان خاطر تحل محل الهوى الدافي. بصوا كده اهو هنا هوا سخن. هصل له ايه? ده كان شايل الووتر فيبر. طلع لفوق اهو تحول الووتر فيبر. وطلع لفوق. كل ما يطلع لفوق بيبرد. فاي اللي يحصل تخرج منه الووتر بتاعت الووتر فيبر. وتتحول له اه وتتحول لكلاودس اورين. طب بقى هنا فوق عندي هوا بارد وما فيهوش ووتر فيبر. يعني اسمه ده تقيل. يعمل ايه? هينزل لتحت. علشان يعمل للوارم اير. طيب لما الهوى البارد ينزل لتحت. هيعمل ايه? هيتحرك ويرجع تاني للمكان اللي كان فيه الوارم اير وسبتهم. هو الهوى نزل هنا البارد. طب هنا كان فيه هوا سخن وطلع لفوق. يعني المكان ده بقى فاضي. يتحرك الهوى البارد هتتحرك عشان تروح للمكان الاولاني اللي كان فيه ويرجع الهوى يرجع البارد ده يسخن تاني ويتحمل بالووتر فيبر ويبدأ يطلع وهكزا. الحركة دي هيت هي حركة الهوى فعملت لي ويند. والويند عمالة تتحرك مع الهوى في اتجاه افق كده. يعني من المكان اللي فيه هوا بارد للمكان اللي فيه هوا سخن عشان يرجع يسخن تاني. يبقى هيعمل ايه بقى? هتتحرك وتروح لاماكن اللي كان فيها الوارم اير بس طبعا ده ده نازل هوا بارد بس ما فيهوش وطر فيبر فده بيبقى من ضمن برضو اسباب انه يعمل لي صحرة. صحرة ليه? اصل الهوى اللي عدى ده ما كانش فيه فبالتالي ما فيهوش مية علشان خاطر تنزل مية في المكان دوت وبعد كده يبقى في زرعة. فالهوى الجاف بيسبب برضو تكون الصحاري. يبقى اما يبقى في مطرق ليلة او ان الهوى البارد دوت هيعمل لي ايه? تسبب في تكون الصحاري. ويبقى كده الهوى. رجع الهوى في الاخر لنفس المكان عشان يبتدي يسخن ويفضل يلف اللفة بتاعته مرة تانية زي الصورة اللي قدامكم بالزبط. هو ده الطريقة اللي تكونت بيها الويند. يعني الطريقة اللي الهوى تحرك بيها فعمل لي ويند. طيب الويند بقى مهمة في ايه? ليه ربنا خلى فيه ويند بتحصل على الارض? لان هي دي اللي هتعمل ترانسبورتنج للووتر سروزا ووتر سايكل. ازاي? ازاي هي بتنقل المية? ما هي دي اللي من مكان للتاني. هي دي اللي كانت السبب في حركة او لان الرياحية اللي بتحرك امواق المحيط فتعمل لي حركة ليه طيارات المحيط او حركة ليه امواق المحيط اللي بنسميها طب لو ما فيش ويند. إيه لا يحصل طبعا يعني اي مناطق عند خط الاستواء هتفضل حر جدا جدا درجة حرطة مش هتغير مش يحصل اختلاف في درجات الحرارة او بمعنى صح الجو في المنطقة دي هيفضل على طول حر مش هيرطب شوية يعني احنا الجو عندنا بيعمل ايه? شوية في صيف شوية في شتة شوية في رابية شوية في خريف على نفس المنطقة. ايه السبب? ان الجو عندنا عمال يغير وحنا في نفس المكان. ان الويند بتحرك الهوى. بتحرك بتحرك الكلاوت. طب ما فيش ويند مش هيبقى. في حركة للكلام ده كله. يبقى الجو هيفضل ثابت عندي. لو انا عند هيبقى الجو عندي لو انا عند هلاقي الجو عندي على طول متجمد. يبقى نتيجة كده سم ايكو ساستمز كمبليتلي. البيئة هتتغير تماما. وممكن كمان لان الكائنات اللي عايش في المكان ده مش هتقدر ان هي تعمل في المكان ده فيختفي كله. تمام يا ولاد? لحد هنا نكون خلصنا اه في ان شاء الله تابعوني الفيديو اللي جاي عشان نبدأ في بالتوفيق يا ولاد.